السلام عليكم ورحبا بكم في قناة ديد وصمدي هالنهار ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال الفرق ما بين الاكل الكمية ديال الاكل في فصل الصيف والكمية ديال الاكل في فصل الشتاء فصل الشتاء ماشي ما يكون فصل الشتاء ولكن فصل بارد كما كتلاحظوا معايا قاعد الناس اللي يرباوا الانانيب ديالهم في فصل الصيف لاحظوا ان الانانيب قلوا في الماكلة ديالهم فهاد سهر بالضبط اسمو الانانيب كي يديروه في الاكل كي يوليو كي يكلو الاكل بزاف كثر من اي سهور اخرى علاش لانا كيكون المرحلة ديال الصيف فاتس عليهم يعني كيكونوا يعني بحلي تقهدوا بالصيف بالحرارة ديال الصيف دابا كيوليو يفلفلو احنا كنقولو بحلي كيفلفلو سمو كيوقع كيوليو انهم اللي اعتيتوا لهم كياكلوه بالنسبة للكبار مشكل وبالنسبة للصغار مشكل علاش لانا شحال مواحد كي ربي الانانيب كيكون عاد مبتدئ كيشوف باللي الانانيب دياله بدو كياكلوه او عاد مبتدئ فهاد الفترة بالضبط كيقول باللي ما احدهم كياكلوه اراهم زيانين نعطيهم ما كنا بزاك وهي لا خطاء هذا خطاء شائع ديما سواء كنتوا مربين قدام او مربين عاد جداد ديما منين هذوك الانانيب ديالكم تحسو بهم نظام ديال الاكل ديالهم تبدل حاولوا انكم ما تمشوش معاهم هما ركينا واحد اللقطة كيسميها في التربيه الانانيب تجويع الانانيب تجويع الانانيب ماشي ينصوموهم ونقلوهم بجزوع لا تجويع الانانيب وهو اننا نبقوا نعطيهم في اه يعني في وقت محدد في اما في الصباح اذاك شيخ سيكون واجبات اما اه ثلاثة الواجبات اما جوج الواجبات وحادة بقى هنا يرى اني اعطيهم هادو 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 الصغار هادو سمو كنعطيهم كنعطيهم غي الخبز مدقوق علاش لان هادو في مرحلة ديال تسمين ممكنش انا غادي نصرف عليهم ونفسي كاليم باش اه غادي ماتل مني غادي كبروا غادي نكسبهم لا انا هادو كلهم اه ديرهم باش نسمنهم ونعود فيهم البيع يعني ماشي من لابد انني ندير السي كاليم هادو كل الامهات ممكن انني ندير السي كاليم ورغم ذلك ماشي السي كاليم نشوفهم كي ياكلوا بزاف اني غادي نعطيهم بزاف صافي لانه امره عندي امهات نقال عطيهم بزيادة لا كل حاجة عندها ضوابط ديالة حاولوا انكم تشوفوا هادو الفيديو هادو وترافقوا بفيديوات اخرين على حسب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اعطيتهم في الصباح هذا لاني بغي نسمنهم اعطيهم 3 الواجبات ممكن انا اعطيهم دابة اعطاني فترة ديال مهم غادي نعطيهم مناية 3 المرات فترة ديال الصباح فترة الصباحية والفترة ديال الضهيرة يعني في الوقيسة ديال الغدار في مكان تغدوه احنا والفترة ديال الليل الليل حاولوا انكم تكترونهم شوية لانك لكل برد كيبغوا يياكنوا بالنسبة لهادو العمر شهرين شهرين باقي ما دلت لهمش اليبراء ولكن الكيمياء ديال الاكل كنت اعطيهم غي مرة وحدة في فصل الصيف وجبة وحدة كان اعطيهم طاس ديال الياغورت كان ملؤولهم بهذا الخبز المدقوق من بعد ولي كان حسبيهم كياكلوا يعني ما كيخليوا اش كان هاد الحديدة كتولي زنكة مفيهاش حبة ما فيهاش لانهم يياكلوه ايه كيساليوه سموه الليل كان دير وليس كان عطيهم اكتر حدا ما اود كارا سبارك الله اني حطيت لو حل كيمياء راه كلاها وكانو خاكات ما خصوش نخلي بحالكارا بديس مان سموني اعلتني ما خدا مالوش لان كيكون لايستر كيصاب انتهى بالعرقوب لانا كيكون الوزن دياله كييأثر عليه وكيولي كيي تجرح من رجله هذا النهي من كيف يطلع على فوق النتوى انه كيطلع وكيبقى يتخبط في الكاج برجلية ثم كيتصاب التهاب العقوم انه اذا الحلقة ديانه يعني الملخص دياله وهو انه وخد شوفوا الانانيك ديالكم بدو كي يطلبوا الماكلة اكتر يعني الجو بارد يعني الاختلاف بين الصيف والجو بارد حاولوا انكم تتعطيهم فواجبات مثلا ثلاثة الخطرات مشي مشكلة ثلاثة الخطرات هي مشي هاد العلافة ديما تكون عامرة لا تخليهم حتى يكملوا هاد الشي تيو اللي ما كانش فتا عاد باش اعطيهم انه لا اعطيهم ديما الماكلة احدهم ما خدامش لانه غادي بقوا هما اصلا كيبقوا ينفروا الماكلة لانه ديما قدامهم غادي تحس بهم ماشي هما هادو اذا الحلقة ديال الهرية دي كان نظن انه تكون راقتكم ويعني تكون واحد معلومة مفيدة ان شاء الله الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر جيم وتكيووا على زر الجرس كي يصير لكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله